اثالثة صباحا الواحدة بتوقيت جرينتش موجز اخباري يأتيكم من القاهرة اهلا ومرحبا بكم شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله وزيرة خارجية تنزانيا لبراتا مولا على موقف مصر السابت بالحفاظ على امنها المائي وعلى الحقوق التاريخية المكتسبة في مياه نيل وذلك من خلال توصل الى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يصون حق الاجيال الحالية والقادمة في مياه نيل المصدر الاساسي للمياه لمصر واوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس السيسي اشهد بقوة الدفع التي تشهدها العلاقات بين البلدين وما تشهده من تفعيل آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات استقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على هامش مشاركته نيابة نغان الرئيس السيسي في مراسم تنصيب رئيس الصومال حيث نقل مدبولي في بداية اللقاء تهنأتا وتحيات الرئيس السيسي الى الرئيس الصومالي واشار رئيس مجلس الوزراء الى ان هناك توجهات من الرئيس السيسي بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق وهذا في كل المجالات مضيفا ان مصر سوف تستمر في نهجها في مساندة الصومال والوقوف الى جانب تطلعات شعبه من جانبه طلب الرئيس الصومالي نقل تحياته البالغة للرئيس السيسي والذي يحرص دوما على دعم الصومال في المجالات كافة وعلى جميع الاصعدة واشاد شيخ محمود بالدور المصري التاريخي في مساندة الصومال مؤكدا الحاجة الى الدعم المصري للصومال في المجالات التنموية كافة وكذا في مجال التدريب الكوادر المدنية والامنية هذا واختتم مدبول لقاءه مع الرئيس الصومالي بنقل دعوة الرئيس السيسي الى نظيره الصومالي لزيارة مصر اكد رئيس لجنة التحقيق في اقتحام الكابتول لبيني توميسون ان الهجوم تم بتحريد من الرئيس السابق دونالد ترامب متهما اياه بمحاولة تعطيل الانتقال السلمي للسلطة وقال توميسون في اول جلسة استماع للجنة التحقيق ان المؤامرة التي كانت وراء الهجوم على مبنى الكابتول في عام 2021 تشكل تهديدا مستمرا للديمقراطية في الولايات المتحدة مبينا ان ما حدث كان بمثابة بحاولة انتقال على السلطة المنتخبة انقلاب على السلطة المنتخبة حينها واضاف ان ما وصفه بالمؤامرة لاحباط ادارة ارادة الشعب لم تنتهي بعد مؤكدا ان هناك متعطشين للسلطة يحاولون تأجيج العنف شدد الرئيس الامريكي جو بايدن على اهمية وحدة قمة الامريكيتين رغم انتقادات علنية وجهها زعيم الارجنتين وبيرو بسبب استبعاد ثلاثة زعماء يسريين من القمة وقال بايدن خلال لقائه نظيره البرازيلي جييرو بورسينارو انهو رغم بعض الخلافات المتعلقة بالمشاركة في قمة الامريكيين ان الا ان الوحدة والتجانس ما زالت تحكم الامور الجوهرية اقرى مجلس النواب الامريكي مشروع قانون يرفع بموجبه الحد الأدنى لسن شراء بندقية هجوم في الولايات المتحدة الى 21 عاما هذا على الرغم من ان التشريع لا يحظى بفرصة كبيرة في مجلس الشيوخ ومشروع القانون المسمى بقانون حماية اطفالنا سيمنع ايضا بيع مخازل الاسلحة ذات السعى الكبيرة ووثق المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على التشريع باغلبية 223 صوتا مقابل 204 اصوات اعلن الرئيس الاوكراني فلاديمير زلينيسكي انه وقع مرسوما بفرد عقوبات تشمل تجميد اصول وحذر صفر على نظيره الروسي فلاديمير بوتين وعشرات المسؤولين الروس ومن بينهم المسؤولين الذين خضعوا للعقوبات المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف ورئيس الوزراء ميخايل ميشوسيتس ووزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو ولمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بيلي او من خلال الكيو ار كود الظاهر على الشاشة شكرا لكم وعلى طيب المتابعة لكم تحياتي انا حور محمد الى اللقاء شكرا لكم